اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلبة طالبات الصف الخامس التجاري حلقتنا هكون مخصصة لشعبة الادارة وسوق المال لطلبة التعليم التجاري وحلقة دي ان شاء الله هتكون في مادة المحاسبة الادارية اهلا ومرحبا بكم هنتكلم فيها عن النهاردة عن النسبة المالية وهنتعرف فيها ايه هي النسبة المالية وايه استخدمتها وطبيعة النسبة المالية ومجموعة النسبة المالية وكل نسبة بتقيس ايه بالزبط طيب وكمان هنبدأ نتناول فيها مجموعة النسب دي اه ازاي نقسها معناها اه ازاي نقدر نحلها بشكل عملي وايه المراد من التقصد الشركة بتاعتنا من استخدام النسب المالية كل ده هنتعرفه في حلقة النهاردة ولكن زي طبيعة الحال ما متعودين كل مرة ان طالب الصف الخامس التجاري هو عبارة عن سنة ممتدة بالنسباله فطبيعي بيكون فيه جزئيات قديمة من منهج بيكون نسية فعشان ما نبدأش نقع في المشكلة دي دائما اعمل بالنصيحة لنا دائما بقولها لك ان انت بتخصص اول ربع ساعة من مذاكرتك او نص ساعة من مذاكرتك في بداية كل مادة انت بتذاكرها بتحل فيها سؤال عن جزئيات قديمة وبالتالي المادة كلها بتبقى حاضرة معاك وكده بتبقى بتراجع على المادة كم لكن لو انا بدأت ان انا اذاكر المادة بتاعتي بشكل متسلسل عادي جيت قلت هراجع في الاخر يبقى انت هنا بتوعف المشكلة ان انت ساعة ما تيجي تراجع هتكون نسيت كل اجزاء المنهج بتاعتي لكن لو انت خصصت كل يوم من وقت المذاكرة بتاعتك في المادة اللي انت بتذاكرها ربع ساعة منها في مراجعة اجزاء قديمة بالتالي بتبقى المادة حاضرة معاك فلما تيجي تراجع في نهاية العيب هتكون المادة كلها انت راجعها ومستوعبها مفيش جزئيات منها منسية بالنسبة لك وطبعا بطبيعة الحال احنا زي ما متعودين دايما بتكون معاك ورع وقلم وهنبدأ الاول باسئلة مراجعة زي ما عودتك في مذاكرتك بنبدأ ده اسلوب الحلقة بتاعتنا جزء مراجعة على الحلقات السابقة في اي جزئية من جزئيات المادة وبعد كده بنبدأ في موضوع الحلقة الجديدة بتاعتنا وراء وقلم وبدأ حاول تكتب معايا السؤال النهاردة واسترجع معلوماتك وشوف هالجزئية دي انت لسه حضرة في ذلك ولو ما قونتش مجاوبها يبقى انت بالنسبة لك الجزئية دي كده فيها مشكلة تبدأ تروح تراجع عليها مرة تانية وتسترجع معلوماتك فيها السؤال الاول في حلقتنا النهاردة في جزئية المراجعة بيقولي اكمل نقط هي مجموعة من عوامل الانتاج والتي تتضافل وتتفاعل فيما بينها بغرض تحقيق حجم انتاج معين خلال فترة زمنية معين انا سمع عن الاجابة صح يعبار عن الايه الطاقة الانتاجية سؤال التاني في اكمل نقط هي تمثل لحد الاقصر الطاقة ولا تعترف بالتوقف اتفاعل المرة الفاتة دي ان احنا عندنا مستويات الطاقة كل مستوى منها تلك المستويات بيعبر عن نقطة معينة اللي هي تمثل حد الاقصر الطاقة لا تعترف باي نوع من انواع الطاقة دي الطاقة الايه النظرية بعد كده سؤال التالت في اكمل الطاقة النظرية بتساوي الطاقة النظرية ناص اوقات التوقف التعريف اللي بيقول للطاقة النظرية بتساوي عوقات التوقف اللي هي طاقة بالضبط الطاقة القصوى السؤال بتاعنا التاني هيكون في شكل عملي وهنا هو اعطاني شكل مختصر للإجابة شوية بيقول لي اذا كانت الطاقة القصوى 40500 ساعة وساعات التوقف هي 20000 ساعة هنا احسب الطاقة النظرية لاحظ ان هو مش ماشي معك تسلسل التمرين ان التسلسل التمرين وبيديني عدد ساعات العمل وبعد المعطيات للتمرين ويبدأ يطلب منك الطاقة القصوى فتجيب انت الطاقة النظرية وتبدأ تجيب اوقات التوقف وبعد Linds تبدأ تحسب له الطاقة القصوى هنا هو عكس لك السؤال هو جايب الطاقة القصوى بالفعل وجايب لي ساعات التوقف وعايز يبدأ يجيب الطاقة النظرية لاحظ حاجة ان الطاقة النظرية هي اكبر الطاقات فالطبيعي هنا ان احنا هنبدأ نجيب ايه نجمع الطاقة القصوى مع وقاط التوقف عشان نبدأ نجيب الطاقة النظرية يبقى انا هنا عشان اقدر لجيب الطاقة النظرية هقول الطاقة النظرية بتساوي الطاقة القصوى اللي هي 20500 زائد مجموز ساعات التوقف اللي هي 20000 يبقى بتساوي عندي 60500 تاقي النظرية بعد كده عندي نرجع لجزء الاسئلة النظري الطاقة الغير مستغلة الحتمية بتساوي ايه عندك؟ قانون الطاقة الغير مستغلة الحتمية هو عبارة عن ان الطاقة النظرية ناقص الطاقة القصوى هي ديني الطاقة الغير مستغلة لوا الجزء الذي لم يتم استخداله من عناصر انتاج بسبب توقف حتمي اللي هي ساعات التوقف أبدأ أجيبها منين؟ الطاقة النظرية ناقص الطاقة القصوى طب الطاقة الاحتياطية او الطاقة المضخرة بتساوي ايه بالنسبة لك؟ هتساوي عندي الطاقة القصوى ناقص الطاقة المتاحة الكوانين دي هامة طبعا الكوانين دي هامة كوانين هامة جدا لاحتسابك لمجموعة الطاقات اللي عندك عشان تبدأ تعرف ساعات العمل اللي تقدر وساعات الطاقة الانتاجية بتاعتك تقدر تشغلها الحاجة التانية هي من ضمن أسئلة الامتحان سواء الشكل العملي بتاعها او الشكل النظري سؤال التالي بتاعنا هو سؤال عملي بيقولي اذا كانت الطاقة النظرية هي 40 ألف وساعات التوقف 10 ألاف هنا احسب الطاقة القصوى تا عكس السؤال العملي استابل ان انا كنت جايبا لك الطاقة القصوى وساعات التوقف عايزين الطاقة النظرية فساعتها جمعنا الطاقة النظرية مع الطاقة القصوى مع ساعة التوقف الداني الطاقة النظرية لكن هنا هو عطاك الطاقة النظرية وساعة التوقف ومحتاج منك الطاقة القصوى يبقى الطاقة القصوى عبارة عن ايه الطاقة القصوى هي اقل من الطاقة النظرية فبالطبيعي هنا مش هنجمع زي ما عملنا في حال المثال السابق لا هنطرح ليه لان الطاقة النظرية هي اكبر انواع الطاقات يبقى بتساوي الطاقة النظرية ناقص مجموعة ساعة التوقف اللي هي بتساوي عندك 40 ألف ناقص 10 ألف يبقى بتساوي عندك 30 ألف ساعة دي الطاقة القصوى ده كده كنا جايبين أسئلة مراجعة بس بشكل أسئلة غير مباشرة اللي هي جزئيات طب لو أنا عايزة أجيب السؤال لاحتساب الطاقة القصوى بس بشكل مباشر هنبدأ نبدأ من خطواته الأساسية وهفكرك بخطوات الحل خطوات الحل عندي كانت واحد انت بتحسب الطاقة النظرية اتنين كنت بتحسب الطاقة أوقات التوقف عندك بعد كده التالت خطوة كنت بتبدأ عشان تحسب الطاقة القصوى تبدأ تطرح الطاقة النظرية من أوقات التوقف يبدأ يديني الطاقة القصوى لاحزنا أن أنا تايما معاك وراء وألم وتبدأ تكتب الامثلة وتبدأ تتبعها معين. السؤال انه بيقول لك احسب الطاقة الانتاجية القصوى لعدد عشر الالات حيث انه بتساوي عدد ايام العطلات والاجهزات هنا ستين يوم. اعداد الالات والانتقام من العملية الاخرى بتساوي ساعة. عدد دورات الصيانة احداشر دورة. وتحتاج الدورة الى خمس ساعات. عدد ساعات العمل اليومية بتساوي عندك تمن ساعات. هفكرك تاني بخطوات الحل. خطوات حل احتساب الطاقة الانتاجية. اول خطوة عندك ان المفروض ان انت بتحسن اول خطوة الطاقة النظرية. وقانون الطاقة النظرية بتاعتك بتساوي عدد ايام السنة. في عدد ساعات العمل. في عدد الالات. بعدك بنبدأ نحسب اوقات التوقف. واحنا اتفعنا ان انا عندي تلات اوقات توقف اساسية. الانتاج عندي بتوقف فيها. اول واحدة عندك اه اللي هي التوقف بسبب الاجازات. والاجازات بتساوي عندك عدد ايام الاجازات في عدد ساعات العمل في اه عدد الالات. تاني حالة توقف انت بتضطر توقف فيها الانتاج بتاعك اللي هي الصيانة. وهنا هنقول عدد دورات الصيانة في اه ساعات او ما تحتاجه الدورة في اه عدد الالات. تالت وقت انت بتوقف انتاجك فيه اللي هو وقت اعداد الالة. فوقت اعداد الالة بتاعي هيكون اه عدد ايام العمل الفعلية في ما اه وقت اعداد الالة في العدد الالات. يبقى دي بالنسبة لي خطوات التلات اوقات التوقف. نجي للخطوة التالتة اللي هي الطاقة القصوى وهي المطلوبة منك في سؤالك في اه التمرين. اللي هو الطاقة القصوى بتساوي ايه? الطاقة القصوى عبارة عن ان انا بجيب الطاقة النظرية بنطرح منها اوقات التوقف. تبدأ تديني الطاقة القصوى. يبقى انا عشان ابدأ احسن الطاقة القصوى انا عندي تلات خطوات رئيسية للحل. اول نقطة هتبدأ تجيب الطاقة النظرية. تاني نقطة تبدأ تجيب اوقات التوقف واوقات التوقف التفاعل ان هي تلات اوقاف حتمية بيبدأ يتوقف فيهم الانتاج عندك. لا اما بسبب الاجازات لا اما بسبب الصيانة لا اما بسبب اعداد اللي قال. الخطوة التالتة معايك هتكون ان انا بطرح الطاقة النظرية ناس اوقات التواقف يبدأ يديك المطلوب من سؤالك اللي هو الطاقة النظرية. الطاقة القصوى. يبقى خطوات الحل بتاعتك تلات خطوات. بتعتمد خطوات حلك على قوانين. لو انت قدرت تركز في القوانين عندك هتبدأ تجيب خطوات الحل بكل سهولة جدا. تعال بقى نبدأ نطبق خطوات الحل اللي احنا قلناها على المثال اللي احنا عاطناه. يبقى اول خطوة بالنسبة لك هنزاي ما نشوفها على الشاشة هتكون. اول حزا اول حاجة معايك احتساب الطاقة النظرية. احتساب الطاقة النظرية هي عدد ايام السنة. وعدد ايام السنة عندك تلتمية خمسة وستين يوم. في عدد الالات المعطيات ضمن التمرين عشر الالات. في عدد الساعات العمل اليومية وهو هنا بيدارك في التمرين تمن ساعات عمل يوميا. يبقى حصل ضربة تلتمية خمسة وستين يوم في العشرة في التمانية بتساوي معايا تسع وعشرين الف ومئتين ساعة. يبقى الطاقة النظرية ان انا متصورة ان انا قوة المصنع بتاعتي او الطاقة الانتاجية للمصنع يقدر يشتغل تسع وعشرين الف ومئتين ساعة. بعد كده نبدأ نجيب طاقات التوقف. طاقة التوقف قلنا بتتوقف فيه تلات انتاجك بتوقف فيه تلات آآ حالات. الحالة الاولى الاجازات وهنا هي عدد ايام الاجازات اللي هي من ضمن معطيات التمرين ستين في عدد الالات عشرة في عدد ساعات العمل تمانية. يبقى انا بتوقف عن انتاج بسبب الاجازات باربع تلاف وتمنمية ساعة. بعد كده التاني حالة لتوقف الانتاج بيكون بسبب الصيانة فنبدأ نقول عدد دورات الصيانة فيما تحتاجه الدورة في عدد الالات. عدد دورات الصيانة عندي حداشر عشر الالات يبقى بخمسمية وخمسين ساعة. توقف بسبب الصيانة. تالت حالة بيتوقف فيها الانتاج بتاعي عدد اعداد الالة. اعداد الالة بيكون عدد ايام العمل الفعلية اللي هي تنتمية وخمسة يوم. في اعداد الالة بتصغرق ساعة. في عدد الالات عشرة يبقى تلات تلاف وخمسين ساعة توقف بسبب اعداد الالة. ابدأ اجمع ساعات التوقف التلاتة اربعة تلاف وتمنمية زائد خمسمية وخمسين زائد تلات تلاف وخمسين بيساوي عندك تمن تلاف وربعمية ساعة توقف. نبدأ نجيب التقى القصوى ودي المطلوب منك في سؤالك. التقى القصوى هو عبارة عن التقى النظرية اللي هي تسعة وعشرين الف ومئتين ساعة. ناقص مجموع ساعات التوقف اللي هي تمن تلاف وربعمية ساعة كنا متوقفين. يبقى انا التقى القصوى بتاعتي عشرين الف وتمنمية ساعة. يبقى انا التقى الانتجية بتاعتي القصوى عشرين الف وتمنمية ساعة. لو انا عايز احسب التقى القصوى لالة واحدة. انا عندي عشر الالات. العشر الالات. ساعات التقى القصوى بتاعتهم عشرين الف وتمنمية. لو انا سعب تلعشرين الف وتمنمية على العشرة يبقى بالنسبة لي الطاقة القصوى للآلة الوحدة منهم الفين وتمانين ساعة. احنا كده رجعنا على الجزء السابق من درس قديم. يبدأ هنا نبدأ في عنوان الحلقة بتاعتنا وموضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه على النسب المالي. طب النسب المالية هي عبارة عن ايه؟ النسب المالية بتاعته هي عبارة عن علاقة منطقية بين بنوض قائمة المركز المالي والحسابات الختامية وبعض البيانات الإحصائية والكمية. واللي بيمكن منها ان احنا نستنبق كثير من النسب ذات العلاقات المنطقية. ودي بتقدم المحاسب الإداري كي يقدم للإدارة ما يساعدها على التخطيط والمتابعة والرقابة واتخاذ القرار. يبقى النسب المالية عبارة عن ايه؟ دي مجموعة علاقات. العلاقات هنا منطقية جدا بتجمع دايما العلاقة دي بين بنوض قائمة المركز المالي. نحن دايما في النسب انت هتلاقي ان انت شغال في جهتين. لا اما قائمة مركز مالي لا اما الحسابات الختمية بتاعتك متمثلة في قائمة الدخل. فهتلاقي دايما ان التمرين بتاعك بنحصر ما بين بنوض قائمة المركز المالي وبنوض قائمة الدخل بالنسبة لها. طيب العلاقات المنطقية دي بتبدأ تدي دلالات معينة بتحتاجها الإدارة لان بتساعدها في استنباط مجموعة من الإشارات. بتقدر توصني في النهاية ان انا ابدأ اخد قراري بناء على هذه الإشارات. يبقى النسبة المالية هي علاقات منطقية بين بنوض المركز المالي وبنوض قائمة الدخل. بيبدأ هنا المحاسب الإداري يبدأ يستغل هذه العلاقات في استنباط مجموعة من المؤشرات اللي بتدي له مجموعة من العلاقات المنطقية. يبدأ يدي إشارة لمتخز القرار انه هو تساعده في اتخاذ القرار بتاعه ويبدأ اعتمد عليها في اتخاذ القرار والرقابة والتخطيط. وده أهداف المحاسبة الإدارية بالنسبة. طيب مجموعة النسب المالية عندي بتنقسم الى أربع مجموعات رئيسية. احنا عندنا حاجة اسمها نسب السيولة، نسب الربحية، نسب النشاط، ونسب حقوق الملكية. يبقى أنت عندك أربع مجموعات رئيسية بتدرسها معانا السنة دي. تاني النسب السيولة، نسب الربحية، نسب النشاط، ونسب حقوق الملكية. كل مجموعة من النسب دي بتندرج تحتها مجموعة من النسب. هنبدأ نعرف كل نسبة من النسب دي بتقيس إيه؟ وإيه البنود الأساسية ليها؟ وإيه الحاجات اللي أنا أقدر أستخدمها من بنود قايمة الدخل وبنود قايمة المركز المالي عشان أقدر أستخدمها في تلك النسب. وإيه الدلالة اللي بتوحيلي بيها تلك النسب؟ يعني مثلا، احنا عندنا أول نسبة ندرسها النهاردة هي نسب السيولة. نسب السيولة بتدرس إيه عندك؟ أو بتشلك لإيه؟ أو بتقيس إيه؟ نسب السيولة بتقيس مدى سيولة المنشاقة عندي. كل المنشاقات بتستثمر أموالها. طب الأموال العاطلة عندها اللي مش بتستثمرها دي أموال بالتالي هنا جزء معطل. لا يتم استثمر. طب هل كل الشركات بتبدأ تمسك كل السيولة اللي عندها أو كل الأموال تبدأ تستثمرها؟ بالطبع لا. لأن الشركات لازم أن يكون عندها جزء من الأموال سائلة. وده اللي مواجهة الالتزامات الطريقة بالنسبة لها. لأن أنا ممكن يرجع الدائنين عليها في أي وقت ما في مجموعة التزامات على الشركة. يبقى ما ينفعش أن الشركة تبدأ أن هي تستغل كل الأموال اللي ديها تستثمرها. لأن ده هيعمل لها عجز في سيولة أو مشكلة. تمام؟ طيب. إمتى الشركة تبدأ تقيس مدى قدرتها على سداد التزاماتها؟ وأن الجزء السائل عندها من الأموال ده جزء كافي أو تزوده أو تنقصه على حسب المطلوب. اللي بيطر يقسلي الجزئية دي هي نسب السيولة. وهنتعرف في نسب السيولة إيه اللي بتقيسه؟ إيه مجموعة نسب السيولة؟ طيب وإيه أهم البنود اللي بتستخدمها نسب السيولة؟ وهل هنا هل بتعتمد على قيمة المركز المالي؟ ولا قيمة الدخل أو مزيج من بنود القيمتين؟ ده اللي هنتعرفه في حلقة النهارة. تابع معايا الشاشة وشوف أول نسبة ندرسها النهار ده هي نسب السيولة. أول حاجة معاك إننا بتصنف النسبة المالية لأربع مجموعات بالنسبة لنا هندرسها السنادي. واحد نسب السيولة، اتنين نسب الربحية، تلاتة نسب النشاط، أربعة نسب حقوق الملكية. أول حاجة معايا نسب السيولة. طيب نسب السيولة بالنسبة لي، الهدف منها هي تحليل وتقييم مركز رأس المالي العامل وتتحدد العلاقة في هذه النسب بين الأصول المتدولة والخصوم المتدولة. يبقى أنا بقيم وبحلل مركز رأس المالي العامل عندي. العلاقة هنا بتكون هذه النسب ما بين نوعين من أنواع آآ البنوت هي مجموعة الأصول المتدولة والخصوم المتدولة. طيب يهمك كويس قوي أن أنت تعرف إيه هي الأصول المتدولة وإيه هي الخصوم المتدولة. هنرجع بذكرتك شوية للصف الأول والتاني، أنت درستهم في الصف الأول وكملت كمان درستهم في الصف التاني. مجموعة الأصول المتدولة هي عبارة عن النقدية سواء الخزينة أو البنك، الاستثمارات قصيرة الأجل ويكسب الاستثمارات قصيرة الأجل اللي هي الأوراق المالية أو الأسهم السنداء. المجينون وهي العملاء والزماء، الأوراق الأبض وهي الأوراق التجارية، هي الكاميرات والسندات اللي بتتمي بين التجار، مغزون آخر المدة اللي هي البضاعة آخر المدة بالنسبة لي. يبقى بند الأصول المتدولة عبارة عن يتكون من خمس بنود النقدية، طبعا مشتمل على الخزينة أو البنك، رقم اتنين الاستثمارات قصيرة الأجل، ثلاثة المجينون، أربعة أوراق الأبض، خمسة عندك مغزون آخر المدة. نيجي بعد كده جانب الخصوم المتدولة ويكون الجانب الآخر اللي هنستخدمه في نسب النهاردة هو الدائنون اللي هي المقصود بها الموردين وأوراق الدفع. وفيه جزء بنك الساحب على المكشوف، ده من ضمن الخصوم المتدولة. أول نسبة فيه ضمن نسب السيولة معانا النهاردة هي واحد صافي رأس المال العامل. صافي رأس المال العامل دي بيتحدد صافي رأس المال العامل بالمعادلة الأتقال. هي معادلة الأصول المتدولة ناقص الخصوم المتدولة. يبقى ركز معايا هو أول نسبة معانا النهاردة هي اسمها صافي رأس المال العامل. آه ده رأحصل إزاي على صافي رأس المال العامل؟ صافي رأس المال العامل هو عبارة عن طرح الأصول بطرح الخصوم المتدولة من الأصول المتدولة. يبقى أنا هطرح الأصول المتدولة ناقص. الخصوم المتدولة يبدأ يقول لي إيه هو صافي رأس المال العامل. فقرة تاني بالأصول المتدولة عندنا قلنا أنها دي سواء الخزينة أو البنك استثمراتك قصيرة الأجل اللي المقصود بيها الأوراق المالية لأسهم السندات في عندك مغزون آخر مدة اللي البضاعة آخر المدة للمغزون السلعي بالنسبة لنا في بعد كده كمان عندك أوراق الأفضل اللي الأوراق التجارية بتتم مبين التجار من كمبيالات في بعد كده عندك كمان العملاء اللي هم المجينون المقصود بيهم الزمم هنبدأ نطرح منهم جانب الخصوم المتداولة وجانب الخصوم المتداولة هي مجموعة الالتزامات قصيرة الاجل بالنسبة لك والتزامات القصيرة الاجل اللي هي متمثلة في الدائنون وأوراق الدفع وبنك سحب على المكشوف. طيب ده اول نسبة. النسبة التانية هي نسبة التداول. ونسبة التداول بتقيس ايه بالنسبة دي? نسبة التداول بتستخدم كاختبار مبدئي لمعرفة مقدرة المنشأة على مقابل ديونها الجارية. ويعتبر نسبة اتنين الى واحد نسبة مقبولة. بنحسابها ازاي? قبل ما نعرف بنحسابها ازاي? هنقول اكتر يعني ايه نسبة التداول? نسبة التداول هو انا بختبر معرفة مقدرة الشركة بتاعتي على قدرتها على سداد التزامات. في مقابل ايه? اللي هي حاجة بسيطة جدا. اللي هي جزء اصول متداولة في مقابل اصول خصوم المتداولة. يعني لو الدائنون عندي اللي هما ليهم انتزامات قصيرة الاجر واللي هي انتزامات قصيرة الاجر واحنا درسين اه محازبة في الصف الاول والتاني. عرفنا انتزامات قصيرة الاجر اللي هي بيتم اه سدادها في وقت قصير اه اللي هي خلال العام او ما زيدش عن اه السنة او سنة ونص بتشير قوي. دي بالنسبة لك انتزامات قصيرة الاجر. فممكن الدائنون بالنسبة لك يرجعوا في اي وقت ان هما عايزين مستحقتهم. طيب. لابaga انا هقابل هذه الالتزامات بإيه؟ أنا عندي جزء الأصول المتدولة اللي أقدر أسدد به هذه الالتزامات. جزء الأصول المتدولة اللي هم زي ما قلنا النقدية سواء بالخزينة أو البنك. استثمارات القصيرة للأجل. الأوراية القبضة. المدينون والبضاعة آخر المدة بالنسبة لي. طيب عشان كده بنسميها نية مجرد اختبار مبدئي. طيب إم تكون هذه النسبة نسبة مقبولة؟ النسبة دي بيكون مقبولة نسبة اتنين الى واحد. يعني في مقابل كل جنيه التزامات أنا أقدر أسدده وصاده اتنين. يبقى النسبة دي هنا أنا بقدر أغطي الديون عندي الجنيه أقدر أغطيه باتنين. يعني أنا بحاول أبسطلك الميسال عشان تقدر بتفهمه. يبقى نسبة اتنين الى واحد دي نسبة تعد مقبولة. ليه تعد مقبولة؟ لأن أنا أقدر أغطي التزامات القصيرة الأجل عن طريق أصولي قصير المتداولة بنسبة الضعف اتنين الى واحد. فبالنسبة دي النسبة بالنسبة لك مقبولة. يبقى دي نسبة التداول. اللي هي بنقدر نعبر عنها بشكل قانون الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. يبقى احنا بالحال الضعطي خدنا نسبتين في نسب السيول. النسبة الأولى هي صافي رأس المالي العامل والنسبة التانية هي نسبة التداول. خلي بالك من حاجة أن النسب صافي رأس المالي العامل ونسبة التداول النسبتين قريبين جدا من بعض الفرق بينهم هي الأداة اللي هي أنا بقول صاف راس المال العامل أصول متدولة ناقص خصوم المتدولة لكن نسبة التداول هي الأصول المتدولة على الخصوم المتدولة يبقى أنت في نسبة صاف راس المال العامل بتطرح الأتنين من بعض لكن في نسبة التداول بتقسم الأتنين على بعض يبقى ده الفرق ما بين النسبتين نيجي للنسبة التالتة اللي لأ طب انا عايز نسبة السيولة اللي هي ايه نسبة السيولة لو انت بصيت في الاصول المتدولة بالنسبة لك هتلاحظ ان المغزون اخر المدة هو ممكن يكون اقصر الاصول هنا صعوبة في تصريفه لو انا الالتزامات رجعت علي طب قادر اتصرف من كل بنود الاصول متدولة لكن هقابل مشكلة شوية في تصريف المغزون السلعين طيب يبقى احنا هنا لو انا عايزة احسب بقى نسبة السيولة بتاعتي بدون المغزون السلعين يبقى نسبة السيولة بتاعتك ساعتها هتساوي الاصول السريعة على الخصوم متدولة طب ايه المقصود بالاصول السريعة الاصول السريعة المقصودة عندك اللي هي الاصول متدولة ناقص مغزون اخر المدة اللي هو بمعنى صح احنا هنستخدم في جانب الاصول متدولة هستخدم النقدية سواء خزينة أو بنك هبدأ أستخدم المجينون هبدأ أستخدم الاستثمارات قصيرة الأجل هبدأ أستخدم أوراق الأب وهستسنى جزء المغزون آخر المد لأنه يعتبر من أكتر الحاجات اللي أنت ممكن تلاقي صعوبة في تحويلها الأموال من ضمن الأصول المتدولة هو جزء المغزون بيأخذ وقت عبال ما أقدر أبيع أو تسرب به وخصوصا أن أنا عايزة أبيع وبدون خسائق يبقى هنا ده بنساوي نسبة السيولة هي عبارة عن الأصول المتدولة نا aç مغزون آخر المدة على القصوم المتدولة ولاحظوا أن جزء الالقصوم متدولة ناênio مغزون آخر المدة ده بيساوي عندك جزئية بموضع نقول عليها الأصول السريعة. تعال فنشوف النسبة ونشوف بتقيس إيه معنا النسبة هنا بيقول لي نسبة السيولة وهي بتقيس نسبة الأصول الأقصر السيولة طب بتقيس الأصول الأكثر سيولة هي عبارة عن الأصول المتدولة مع عدم مخزون آخر المدة وبتعتبر نسبة 1 إلى 1 يعني نسبة مقبولة للحكم على المركز المقضي للمنشعة لاحظي أن النسبة هنا قلت لو أنا هستخدم كل أصولي المتدولة فالنسبة المقبولة 2 إلى 1 لكن لو أنا هستخدم نسبة السيولة أن هي حشت مخزون آخر أو استسنية مخزون آخر المدة يبقى بالتالي لا النسبة طبع طبيعية هتقل النسبة المقبولة 1 إلى 1 عشان أقدر أحكم على المركز النقدي للشركة ونسبة السيولة بالنسبة هنحسبها كالقاتي الأصول السريعة اللي يعبارة عن الأصول المتدولة ناقص مخزون آخر المدة على الخصوم المتدولة النسبة الثالثة الرابعة معانا في نسب السيولة السريعة هي عبارة عن هي بتقيص الأصول الأكثر سيولة والمتمثلة في النعدية سواء بالخزينة أو البنك أو الاستثمارات قصيرة الأجال وتعتبر النسبة المقبولة بينها 1 إلى 1 نسبة مقبولة وتحسب كالقاتي لاحظين أنا بقولك نسبة السيولة السريعة لها الأصول الأقصر سرعة يبقى لاحظ أن أنا في الأول كنت باستخدم كل أصول متدولة أغطت بيها التزاماتي بعد كده بدأنا نقل شوية واخدنا كل الأصول من دولة مع عدى المخزون طب لأ أنا عايزة النسبة الأسرع أو أقصر السيولة اللي أنا أقدر أتصرف فيها في حالة اللي هي الالتزامات الطريقة اللي ممكن تبدأ ترجع على الشركة بسرعة إن عندك الالتزامات الطريقة أو اللي هي الالتزامات اللي هي بسرعة أقصر حاجة سيلة عندك من أصولك أقدر أعتمد عليهم هم النقدية بالشقين الخاصين بيها سواء النقدية بالبنك أو النقدية بالسندوق واستثمارات قصيرة الأجل اللي هي الأوراق المالية اللي هي أسهمك وسندتك في البورصة المالية لاحظ إن أنا الأكثر سيولة أقدر جدا الخزنة عندك تبدأ تفتحها تاخد منها الأموال البنك في الأموال بتاعتك بالبورصة متداولة فيها الأسهم السريعة إن أنا أبيع الأسهم لو الالتزامات بتاعتي بدأت في مشكلة طيب يبقى أننا أكثر سيولة في بندر أصول متداولة هم شقين عندك النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل عشان كده بنسميه النسبة لهنا نسبة السيولة السريعة نسبة السيولة السريعة أكثر أصولك سرعة في تحويلها إلى أموال هم النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل على جانب الخصوم المتداولة يبقى النسبة هنا إحنا ما لقنا نتدرك في النسبة النسبة الأولى كانت نسبة التداول وقلنا ساعتها في نسبة التداول أنت بتبدأ الأصول كلها المتداولة بتغطي جانب الخصوم المتداول النسبة الأمثل هي 2 إلى 1 طيب بعد كده بدأنا نقل شوية فيه نشوف إيه أكثر السيول اللي هو ممكن الأصول اللي هي أقلها سيولة فبدأنا خدنا الأصول المتداولة بس استثنينا منها مغزون آخر المدة على أساس أنه هو أقل الأصول سيولة بالنسبة لي فاستثنيناه طيب ومقارنتم بمين بخصوم المتداولة فالنسبة المقبولة هنا 1 إلى 1 طيب بعد كده بدأنا لأ ده أنا عايزة أكثر السيول سيولة جدا بقى إيه أكثر السيولي للأصول عندي سيولة اللي قادر أعتمد عليها في حالة السيولة السريعة اللي أنا عايزاها فاستمينا النسبة دي نسبة السيولة السريعة وهي اعتمدنا على شاقين عندك من بنوت قيمة المركز المالي في جزء الأصول المتداولة اعتمدنا على النقدية والإيه؟ الإستثمارات قصيرة الأجل طيب النسبة المقبولة هنا 1 إلى 1 دي نسبة كافية طيب نيجي بعد كده ناخد النسبة الخمسة في معدل دوراني النقدية وده ضمن مجموعة النسب السيولة هنا النسبة الخمسة بالنسبة لي معدل دوراني النقدية معدل دوراني النقدية تعال نشوف بتقيس إيه معايا وإيه اللي أنا أقدر أستخدمهم فيه معدل دوراني النقدية عندك هو بيزهر من هذا المعدل عدد مرات دوراني النقدية عند ممارسة منشأة لنشاطها الباية طوال العام يبقى عدد مرات دوراني النقدية ورجوع النقدية ليك تاني طول ما ممارسة الشركة لنشاطها الباية طوال العام عشان كده بنبدأ نجيب هنا النسبة دي متعلقة بالمبيعات فهنبدأ نحسبها نصاف المبيعات على النقدية زائد الإستثمارات قصيرة الأجل يبقى النسبة دي بتدل عندك بتحسب كالأيدي المبيعات السنوية على النهدية زاد الاستثمارات قصيرة الاجل بالدعاني طيب همية هذا المعدل هو مدى الاستخدام النهدية المتغفر في نشاط المنشأة الحاجة التانية كل ما يرتفع هذا المعدل كل ما دل على الاستخدام النشط للنهدية في مجال المبيعات دي كده كتأخر نسبة معنا في نسب السيولة نبدأ ندخل على نسب الربحية يبقى نسب السيولة قلنا ان هي خمس نسب النسبة الاولى منها هي صافي رأس المني العامل نسبة التانية نسبة السيولة نسبة التداول بعدها نسبة السيولة بعدها نسبة السيولة السريعة ومعدل دهوراني النهدية الخمس مجموعات بينضموا الى مجموعة نسب السيولة المجموعة التانية نسبة الربحية نسبة الربحية بتقيس ايه؟ نسبة الربحية بتقيس مدى ربحية المنشأة وبتستخدم عدة مقاييس لكي يمكن الفصل بين نتاج السياسات الانتاجية والتشغيلية والقرارات الملئة اي منشأة بتقيس نجاحها دايما من مدى ربحيتها يعني الهدف الاساسي لاي منشأة هو تحقيق اقصى ربحي ممكن طيب يبقى النسب دي بتقيس مدى ربحية المنشأة وبنظم من خلالها ان انا افصل ما بين نتائج السياسات الانتاجية والتشغيلية والقرارات المالية بالنسبة طيب النسبة دي بتضم مجموعة من النسب او النسبة منها هي نسبة مجمل الربح الى المبيعات نسبة مجمل الربح الى المبيعات هذه النسبة بتبين ايه؟ بتبين الى اي درجة يمكن لسعر بيع الوحدة ان ينخفض من غير ان يؤدي ذلك الخفض لتحقيق خسار في نتائج العمليات يعني انا هبدأ اقيس بيها لاي مدى ممكن ان انا اخفض سعر بيع الوحدة بس من غير ان ما يكون الخفض ده يحقق لي مجموعة خسار طيب هبنقد نحسبها ازاي؟ مجمل الربح على صاف المبيعات يبقى دي النسبة الاولى يبقى النسبة الاولى عندي هي نسبة مجمل الربح الى المبيعات النسبة التانية هي نسبة صاف الربح الى المبيعات نسبة صاف الربح الى المبيعات النسبة دي بتظهر ايه؟ النسبة دي بتظهر المدى الذي يمكن للمنشأة ان تخفض اليه سعر البيع للمنتج بدون ان تتحمل اي خسار طيب بتأخذ في الاعتبار كل التكاليف النقدية والغير النقدية زي الاي لك؟ لاحظ ان الفرق بين النسبة دي والنسبة الصابقة ان انا في النسبة الصابقة استخدمت مجمل الربح لكن هنا هبدأ استخدم صاف الربح يعني هي بتقيس نفس الهدف ولكن بالاضافة الى انها بتزوج كمان جميع التكاليف النقدية والغير النقدية زي الاي لك؟ اللي هي المصروفات العامة للشركة طيب يبقى انت هنا بتبدأ تحسب هذه النسبة عبارة عن ايه؟ صاف الربح على صاف المبيعات بالنسبة لك النسبة التالتة هي نسبة صاف الربح الى مجموع الاصول الهدف في النسبة دي ان احنا نقيس مدى ربحية المنشئة ككل يبقى لاحظ انت في النسبة الاولى والنسبة التانية انا بقيس في حالة ان انا خفضت سعر البيع ده ما يخفض ليش او ما يسبب ليش خسائر وربطناه بمجموع الربح مرة وصاف الربح مرة اخرى طيب النسبة التالتة هي صاف الربح اللي مجموعة الاصول دي بتقيس مدى ربحية المنشئة ككل واصل الصاف الربح ده على مجموعة الاصول بتاعته هنبدأ نحسبها كالعياتي وصاف الربح قبل اعتساب الفوايد على اجمال الاصول بالنسبة لك النسبة الرابعة في نسبة الربحية هي نسبة صاف الربح الى حقوق الملكية النسبة دي بتقيس ايه؟ معدل العائد الذي تحققه المنشئة على حقوق الملكية بالنسبة لي يبقى نسبة صاف الربح الى حقوق الملكية هي هتبدأ تقيس معدل العائد اللي بتحققه المنشئة على حقوق الملكية بالنسبة لها بتحسب كالقاتي صاف الربح على حقوق الملكية النسبة الاربعة هي النسبة الخاصة بنسبة الربحية وقبل ما ندخل في نسبة النشاط نتناول تاني نسبة الربحية نسبة الربحية هي مجموعة صغيرة من النسب هي اذا انت هتدرسهم اربع نسب النسبة الاولى هي نسبة مجمل الربح الى صاف المبيعات وانه هي بتدرد مدى في حالة تخفيض سعر البيع بس ما يسبب لهاش خسار النسبة التانية هي قريبة من النسبة الاولى فبستخدم فيها صاف الربحة الى صاف المبيعات وبنقسها صاف الربحة على صاف المبيعات ودي بتقيس تقريبا نفس الهدف بتاع النسبة السابقة بالاضافة بقى الى مجموعة التكاليف النهدية والغير نهدية عشان بنوصل صاف الربحة النسبة التالتة هي صاف الربحة الى اجمال الاصول وهي مدى ربحية المنشأة ككل واثارها على مجموعة الاصول يبقى صاف الربحة على اجمال الاصول النسبة الاخيرة هي بتقيس مدى معدل العائد على حقوق الملكية المعدل العائد بتحقيقه الشركة على حقوق الملكية فبنقول ان هي نسبة صاف الربحة الى حقوق الملكية صاف الربحة على حقوق الملكية يبقى دي النسب في المجموعة التانية النسب الربحية يبقى احنا كده تناولنا نوعين من انواع المجموعات المجموعة الاولى كانت بتتناول نسب السيولة المجموعة التانية بتتناول نسب الربحية نجي للمجموعة النشاط هتلاحظ معي في النسب دي انها كلها معدلات دوران تعال نشوف هي بتقيس ايه وايه معدلات الدوران اللي بتندرك تحت مجموعة نسب النشاط النسبة الاولى معانا هنا هي بتقيس لك مدى فعالية استخدام الموارد المالية المتاحة بالشركة يعني نسب دي عشان كيف نسميها نسب النشاط بتقيس معايا مدى فعالية استخدام الموارد المالية المتاحة بالشركة اول نسبة معاك هي معدل دوران مجموعة الاصول يبقى النسبة الاولى هنا هي معدل ايه دوران مجموعة الاصول المعدل ده بيقس لي ايه المعدل ده بيقيس ماذا النقص او الزيادة في استغلال مجموعة الاصول يبقى معدل دوران مجموعة الاصول تاني المعدل ده بيقس لك هو النقص او الزيادة في استغلال مجموعة الأصول بالنسبة لك طب لو انخفض هذا المعدل ده بيجيني إيحاق بإيه بعدم استغلال المنشأة لكل الأصول بتاعتها وفي زيادة طب لو لقينا يبقى تاني المعدل ده كل ما ينخفض كل ما أعطاني دلالة مش حلوة ليه مش حلوة لأن ده معناه أن عدم قدرة المنشأة على استغلال كل أصولها وأن هناك أصول معطلة وغير ومستغلة يعني جزء من موارد المنشأة غير مستغلة يبقى تاني معدل دوران مجموعة الأصول الزيادة أو النقص في استغلال مجموعة الأصول طب كل طبعا ما يرتفع هذا المعدل ده معناه أنه أنت المنشأة بتستغل أصولها على أكمل وجه وبأكثر كفاءة ممكنة طب إزاي أحسب معدل دوران الأصول هنبدأ نحسبه صاف المبيعات على مجموع الأصول يبقى هبدأ أحسبه صاف المبيعات على مجموع الأصول عندي المعدل التاني هو معدل دوران المغزون ومعدل دوران المغزون ده بيقسلي مدى السرعة دوران الاستثمار في المغزون ومدى مناسبة المغزون لحجم المبيعات بالنسبة لي يبقى هو مدى مناسبة المغزون لحجم المبيعات لان احنا عندنا مشكلة في المغزون سواء لو زاد او قل لو المغزون زاد بالنسبة لي ده معناه وجود اموال هتنفق رهيبة على المغزون ده ودي اموال معطلة طب لو قل برضو المغزون ده معناه ان ممكن دلوقتي ما قدرش اواجه نشاط البيع بالنسبة لي يبقى فيها هنا عدم ان انا نشاط البيع مش هقدر لان ما عنديش مغزون يوافق طلبات البيع بالنسبة لي يبقى المؤشر هنا بيدهو لي معدل دول المغزون بيديني الحكم على كفاية نشاط التسويق وكفاية استثمار المنشاة لاموالها في المغزون وده رحس بالنسبة دي تكلفة البضاعة المباعة على رصيد المغزون في نهاية المدة او ممكن نحسبها بطريقة تانية تكلفة البضاعة المباعة على المغزون في اول المدة زاد مغزون اخر المدة على اتنين المعدل التالت هو معدل دوران المدينين وده بيقسلي مدى قدرة المنشاة في تحصيل ديونها في موعد استحققها وهل هنا اقدرت الاتمال اللي عندي شطرة ان هي تتابع المدينون بالنسبة لي وتبدأ تحصل ديون المنشاة وبقدر احسبها عن صاف المبيعات الاجلة على اجمالي المدينون متوسط فترة التحصيل متوسط فترة التحصيل بالنسبة لي ده بيقيس عدد الايام اللي بتنقضي ما بين البيع الحساب وتحصيل القيمة ومدى استفادة الغير من اموال المنشاة ومدى تعطيل اموال المنشاة طيب وطبعا كل ما تزيد هذه الفترة ده بيديني صورة لمدى اهمال ادارة الايتمام بالنسبة لي بتتحسب ازاي اجمال المدينين في 360 يوم على صاف المبيعات الاجل اخر معدل دوران في مجموعة النسب دي معدل دوران الاصول السبتة معدل دوران الاصول السبتة بيقيس معدل استثمار اموال المنشاة في الاصول السبتة وده بيزود لي كل ما تزيد هذا المعدل بينخفض بيعني ان انخفاض استثمار منشاة في اصولها السبتة طب انخفاض المعدل ده بتعني زيادة غير مرجوبة في الاستثمار في الاصول السبتة بنبدأ نحسبه ازاي صاف المبيعات على صافي الاصول السبتة بالنسبة لك كده خلصنا مجموعة النسب دي نبدأ اخر حاجة في نسب حقوق الملكية ونسب حقوق الملكية هي بتقيس مدى مساهمة كل من اصحاب رأس المال والدائنين في دمويل المنشاة ومدى تمويل اصحاب المنشاة اذا كان هنا التمويل متواضب يعني تحميل الدائنين بمعظم مخاطر الاستثمار بس هنتناول نسب حقوق نسب حقوق الملكية بشكل من التفصيل في الحلقة القادمة ان شاء الله احنا كده تناولنا في الحلقة الحالية تناولنا اربع نسب المالية بتعطيني مجموعة من العلاقات بقدر اربطها ما بين بنود المركز المالي وما بين قايمة الدخل بنقدر نصنبت منها مجموعة من المؤشرات والاشعارات اللي بتقدر المنشاة تستخدمها في اتخاذ القرار وتناولنا مجموعة من النسب نسب السيولة واخدنا في نسب السيولة ان فيها رأس المال العامل نسبة التداول نسبة السيولة نسبة السيولة السريعة معدل دوران النقدي بعد كده ناولنا نسب الربحية واخدنا من ضمن بنود نسب الربحية صاف الربح الى اجمال الاصول صاف الربح الى صاف المبيعات صاف الربح الى حقوق الملكية ومجمل الربح الى صاف المبيعات بعد كده ناولنا نسب النشاط واخدنا في نسب النشاط معدلات دوران زي معدل دوران المغزون معدل دوران إجمال الأصول ومعدل دوران المدينة أيضا هنتعرف في شيء من الاستفادة أكتر على نسب حقوق الملكية وهنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة ناخد طبقات عملية لحساب النسب دي عشان تبدأ تركز فيها أكتر وتشوف مدى دلالة هذه الأرقاء إن شاء الله إلى اللقاء قادم بمشيئة الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر